لكن فيه ستات تقول لك أنا عايزة أزود اللبن بتاعها دكتور أمني تزود اللبن ده ازاي؟ هي بتزود اللبن بتاعها أولاً مش شرط أن هي تشرب الحاجات زي المغات والحاجات اللي مليانة الكالوريز وكده لأن هم عندهم يعني الأمهات عندها اعتقاد أن الرضاعة بتبوز جسمها وبيتخنها وأن هي السبب في الاترابات دي وده غلط يعني هي الرضاعة أساساً بتقلل من يعني كل يوم بتفقد 500 كالوري 500 صعر حلالي نتيجة أنها بترضى أيوة زي ما تكون بتعمل إكسرسيز بالزرط زي ما تكون تعمل تمرنات فهي يعني الأم لما بتبقى محافظة على أنها تحط طفلها على سدرها خلاص بتبقى الأمور استقرت بينهم وبين بعض يعني تمام